السجون السرية في عدن هذا العنوان العريض والحزين والمفزع قادم من مدينة عدن منبر الحرية الأول ليمنيين ورائدة التحولات السياسية منذ منتصف القرن والتي وجدت نفسها على غفلة من الزمن في قبضة الإنقلاب والإجتياح وحينما تحررت وجدت ذاتها في قبضة أخرى الأهالي الذين يلوحون بأيديهم للبحث عن ذويهم المفقودين يقولون إن ذويهم في سجون تشرف عليها الأذرع الأمنية لدولة الإمارات في عدن السجون تخفي في زواياها المظلمة عشرات المختطفين وبحسب القوائم المسربة من السجون فإن هناك نحو تسعة وثمانين مختطفا بحسب الكشوفات الأولية التي تم تسريبها بدأ الرأي العام يتعرف على أسماء المعتقلات التي لم يكن يسمع بها من قبل ومن بينها معتقل بئر أحمد شرق عدن التابع للقوات الإماراتية والتي تقول المصادر إنه يحوي نحو اثنين وعشرين مختطفا تعرض بعضهم للتعذيب الممنهج وعندما أضرب المختطفون عن الطعام أوعزت القوات الأمنية لفقهاء الطوارئ أن الإضراب حرام شرعا لا عمل مدنيا في المدينة ولا إسنادا حقوقيا يراعي ذوي الضحايا وأهالهم وهم الذين تقطعت بهم السبل للبحث عن الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد أن تعرضوا للإخفاء القسري من قبل الملثمين الذين يجبون شوارع المدينة والطرقات لاختطاف الضحايا إلى جهات غير معلومة الانتهاكات وجرائم التعذيب التي يقوم بها في عدن الحزام الأمني التابع للإمارات والتي أصبحت مهتمة بالسجون والمعتقلات أكثر من اهتمامها بأي شيء آخر أمهات المختطفين في عدن فرزت كحالة مدنية على غرار رابطة أمهات المختطفين في صنعاء للغاية ذاتها وللمعاناة ذاتها وهي حرية الأبناء لذات الحكاية الحزينة في البلد المعذب ومن لم يختطفه الحوثيون يختطفه الحزام الأمني التابع للإمارات موقف الحكومة الشرعية والسلطات الأمنية من جرائم الميليشيا التابعة للإمارات لا تبدو جادة وواضحة حتى فيما يتعلق باللجنة التي تم إعلانها قبل أشهر بخصوص التحقيق في المعتقلات في المناطق المحررة ومن بينها السجون السرية التي توقف الحديث عنها بذات الطريقة الغريبة التي توقف فيها الحديث عن تحرير الحديدة ترجمة نانسي قنقر